حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أحبتي في الله هذه ومضة أنا كتبتها وأحببت أن أبثها لكم رسالة للمؤمنين وللملحدين وللمشككين رسالة من القلب الحقيقة أنا بدأت بالتساؤل لماذا خلقني الله سبحانه وتعالى هذا السؤال أخي الحبيب يجب أن تطرحه على نفسك يجب أن تطرح هذا السؤال وتقول لماذا أنا موجود هنا الإنسان إذا استيقظ من نومه ووجد نفسه في مكان غير بيته أول سؤال يطرحه لماذا أنا هنا طيب نحن الآن في هذه الدنيا الآن هي دار مؤقتة نحن لم نكن هنا من قبل كنا في عالم الذر وكنا أمواتا ثم سنموت وننتقل إلى الحياة الأبدية يوم القيامة وهي ما يعني سماها القرآن الحيوان وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فأنت استيقظت رأيت نفسك في هذه الدنيا يجب أن تسأل لماذا أنا هنا لماذا أنا موجود هنا لماذا خلقني الله عز وجل لماذا سخر الله كل هذا الكون لخدمتي وخدمتك طبعا وخدمة البشر وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من إن في ذلك الآيات اللي قومي يتفكرون حتى النجوم البعيدة مسخرة لتدلني على الطريق في الليل القمر مسخر أيضا ليدلني على التقويم وأيام السنة وأيام الشهر الشمس مسخرة لخدمتي لولا الشمس لما كان هنا غطاء نباتي لم يكن هناك ثمر لم يكن هناك حيوانات أصلا ولم تكن هناك حياة على الأرض لولا الشمس لم يكن هناك أمطار وماء عذب لماذا خلق الله هذه الشمس وسخرها لي لماذا سخر لي الله سبحانه وتعالى نعمة السمع ونعمة البصر ونعمة الشم والذوق التذوق نعمة القلب طيب هذه النعم الله سخرها لي يجب أن أسأل لماذا لماذا هذا الإله العظيم وضع في الكون آيات عظيمة جدا ولا تحصى ليدلني أنه موجود سبحانه وتعالى لم يتركني ضائعا ولم يتركني ضالا بل دلني على هذه الآيات لماذا برمج دماغي هذا ليشهد أنه لا إله إلا الله كل إنسان دماغه مبرمج على الاعتراف بوجود خالق للكون وهذه دراسة تحدثنا عنها جامعة أكسفورد طيب لماذا هذا الخالق العظيم أرسل لي نبيا كريما ليدلني على الطريق الملحدون حائرون أيها الأحبة ضائعون ليس لديهم قوانين افعل ما شئت اتبع الهوى بمعنى أصح لأنك إذا تركت الإنسان من دون إرشاد من دون أن تدله على الطريق يتبع هواه يتبع شهواته يتبع شيطانه يدخل في طريق الزنا المدمر يسرق يؤذي الناس حتى إنه يدمر نفسه ممكن أن ينتحر إذن الإنسان بحاجة إلى هداية لماذا أرسل الله لنا وللبشرية جميعا أرسل هذا النبي الكريم ليعطينا هذه التعاليم التي تضمن لنا الحياة الكريمة السعيدة الآمنة العفيفة الطاهرة علمنا الطهارة علمنا أن نتطهر خمس مرات كل يوم ونصلي خمس مرات نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى نزكي من أموالنا نساعد الفقراء نحب الخير لغيرنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسي وأنا أقول ليس بالضرورة أن يكون أخاك من أبيك وأمك الأخ يمكن أن يشمل أخاك في الإنسانية فالمؤمن يحب الخير حتى للملحد النبي عليه الصلاة والسلام لو لم يكن يحب الخير للملحدين لما هداهم لماذا يتعب نفسه فلعلك باخع نفسك على أثارهم ألا ألا يؤمنوا بهذا الحديث أسف كان يتأسف النبي أنهم لا يؤمنون بحديث القرآن كان يحزن كان يضغط على نفسه و يتعب كثيرا ويحزن من أجلهم طيب أنت تحزن من أجل شخص لا تحبه فهذا دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الخير للمشركين وحتى الذين آذوه و يعني فعلوا معه الكثير كان يحب لهم الخير استهزأوا به وكان يحب لهم الخير وهذه الصفات المؤمن لا تصدق أحبة فلا أن المؤمن يكره الكافر أو المنافق أو غير ذلك المؤمن يكره سلوك هذا الكافر هذا الملحد إذا كان لديه شذوذ جنسي أنا أكرهه لأنه ضار ومؤذي ومدمر ولكن أنا لا أكره صاحب هذا الفعل لأن هذا الإنسان الله كرمه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم ورزقناهم من الطيبات وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيل الإنسان مكرم لأنه إنسان أيها الأحبة فيجب أن أحب الخير للآخرين طيب هذا النبي أحب لي الخير وأحب لك الخير لذلك قدم لنا كل هذه الأساليب من الهداية والحياة السعيدة لأنه يحب لنا الخير طيب لماذا الله يرسل لي هذا النبي عليه الصلاة والسلام لماذا أرسل لي القرآن لماذا أنزل لي كتابا يعلمني كيف أعيش وإذا اتبعت هذا الكتاب فإن الله قد أعد لي جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين طيب لماذا الجواب ببساطة أيها الأحبة هذا الإله يحبك وإلا أعطوني أي سبب منطقي يعني ولله المثل الأعلى أنت لديك ابن مدلل اشتريت له سيارة ومتاع وعلمته أفضل تعليم وتطعمه أفضل طعام وأفضل لباس وأفضل مكان أعطيته كل هذا الأمر لماذا أي إنسان يستطيع أن يستنتج لأنك تحبه فكذلك الله عز وجل عندما خلقنا وأعطانا هذه الحياة السعيدة سخر لنا كل شيء من حولنا الحيوانات مسخرة لنا النحل مسخر لنا ليعطينا العسل الذي فيه شفاء للناس البقر مسخر لنأخذ منه اللبن أو الحليب ونتغذى على لحومها ونستفيد من جلودها وكذلك الأنعام وكذلك الثمار والفواكه والنباتات وسخر لك كل شيء طيب هذا الإله يحبك طيب إذا كان لديك أب هو كان سببا في وجودك دقق معي أخي الحبيب طبعا هذا الكلام موجه للمؤمن قبل الملحد لنتذوق حلاوة الإيمان وإلا كيف نتذوق حلاوة الإيمان كثير يرسل لي يقول أنا لا أشعر بحلاوة الإيمان طبعا لأنك لا تشعر بمعنى لماذا خلقك الله ومن هو الله ولماذا خلقنا ولماذا نحن موجودون هنا أنت تسهر على راحة ابنك وتتعب عليه وأنت سبب في وجوده طيب هل تشك أنك تحب هذا الولد؟ طبعا لا شك أنني أحبه طب تصور أن هذا الولد ينكر أباه يعني هذه وقاحة وقلة أدب وقلة ذوق وجريمة بحق الأب أن أب يمنح ابنه كل هذا ثم ينكر أباه يقول هذا ليس أبيه ويحارب أباه ويؤذي أباه طيب هذا هو حال الملحد بالضبط والله أيها الأحبة حال الملحد أنه ينكر المعروف ينكر النعمة يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها لماذا هو يتبع الهوى ويتبع شيطانه إذن أيها الأحبة إذا أردنا أن نشعر بحلاوة الإيمان يجب أن نتعلم كيف نحب هذا الإله العظيم كما أنه أحبنا الحل أيها الأحبة أن نطبق تعاليم القرآن لنحظى بمحبة هذا الإله الرحيم ونحظى بمحبة حبيبه عليه الصلاة والسلام يجب أن نطيع النبي في كل ما جاء فيه لأن طاعة النبي سعادة لا يشعر بها إلا من يطيع هذا النبي الكريم وأنا أقول لكم تجربة شخصية كلما طبقت سنة من سنن هذا النبي الكريم والله أشعر بسعادة سعادة الطهارة سعادة الصلاة سعادة الإنفاق الإنفاق على الآخرين أن تعطي المال لمن يحتاجه ولو كان قليلا طيب الحل أيها الأحبة الذي أريد أن أختم به أن تتبع هذا النبي وتطيعه لأن طاعة الرسول من طاعة الله سبحانه وتعالى وبالتالي تذكر هذه الآية جيدا واحفظها أخي الحبيب قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يعني اتبعوا النبي لأن الآية بدأت بقل يعني قل يا محمد كلمهم خاطبهم أخبرهم يا رسول الله قل يا محمد هذا المعنى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور الرحيم إذن أخي الحبيب يجب أن تتعلم كيف تحب الله عز وجل حتى تشعر بحلاوة الإيمان ولا يمكن أن تصل إلى هذه المحبة إلا إذا أطعت الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في كل ما جاء فيه من تعاليم وأوامر ونواهي وسوف تشعر بحلاوة الإيمان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإطمئنان والسعادة جميعا في هذه الدنيا ويرزقنا رضوانه يوم لقائه إنه سميع قريب مجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويقين لهم أنه الحق